حركة طالبان اليوم أستاذنا الصلاة والله إلى أي مدى تتحمل حركة طالبان مسؤولية الفقر والحاجة والعوز وهذه الحالة المأسوية التي يمر بها الشعب الأفغاني مع وجود البرد الشديد والصقيع والثلج وغير ذلك أول شيء لو نتحدث طبعا الطالبان هم القادة هم المسؤولون فالمسؤولية الكبيرة حاليا تقع على أعناقهم يعني عندهم بعد الأسباب ترجع إلى طالبان فطبعا حتى الآن طالبان لم تحاول هم استعملوا السلطة منذ آب أغسطس إلى اليوم كم شهر يعني يعني هذا الأمر صحيح نتحدث عن حوالي أربعة أشهر فقط كيف يمكن أن نحملهم جل المسؤولية أنا لا تحدث عن جل المسؤولية ولكن نحن نتحدث عن مسؤولية يعني لا بس استطيع أن يقول لا ترجع أي مسؤولية إلى حركة طالبان فطبعا كحكومة وكقيادة المسؤوليات ترجع عليهم ليست جميع المسؤوليات ولكن جزء من هذه المسؤوليات ترجع إلى طالبان فالطالبان ماذا فعلت لحل هذه المشاكل أو ماذا قدمت لحل هذه الأزمة أول شيء يعني لو نتحدث عن أسباب هذه الأزمة هم مثلا طالبان تبرل نفسها يعني لا المشاكل كما سمعنا في تسجيل صوتي عن رئيس الوزراء الأفغاني الجديد الملة محمد حسن هو قال يعني حركة طالبان لم تعدكم الاقتصاد فالأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى فكل ما تواجهون أنتم كالشعب فهذا بسبب أعمالكم يعني اصلحوا بينكم وبين الله والله سبحانه وتعالى سوف يرزقكم فعني هذه نصيحة جيدة ولكن كمسؤولي الحكومة فالشعب يريد من الحكومة حقوقها أموال هذه الحكومة تحتجزها الولايات المتحدة الأمريكية وأمريكا متجمة كبيرة يعني احتلت أفغانستان سرقت وتسببت مشاكل كثيرة وفي اللحظة الأخيرة وما زالت معنو في إفقار الناس وما زالت تحاول أن تضغط على النقطة بمثل الأفغاني على نقطة الألم تحاول أن تضغط على الشعب يعني كل هذه الأفعال التي تفعل أمريكا تجميد الأموال ومثل هذه الأمور الشعب يعني يتحمل الصعوبات فالحكومة طالبان هذه الأموال ليست كلها أموال طالبان فهذه الأموال معظمها رجال أعمال الأفغان فهذه أموالهم فالآن كما تعرفون هناك الحركة الاقتصادية تقريبا متوقفة في أفغانستان البنوك أفلست الآن البنك المركزي الأفغاني باسم الدي أفغانستان بانك ما عنده فلوس كي يدفع يعني كل هذه المشاكل طبعا بسبب الأفعال الأمريكية جمدت أموال الأفغان وهذا الأمر كذلك ولكن لو نتحدث ماذا على الطالبان كيف لطالبان أن يحل هذه المشكلة